معاملة المواطنين الحياتية كانت الهدف الأكبر للضرائب والرسوم المضاعفة في موازنة العام 2024 فارتفع التكاليف للصحصال على إخراج القيد الفردي والعائلي وكذلك السجل العدلي وغيرها من المستندات الضرورية يعني عم نحكي إخراج قيد نطلل 100 ألف كان أنجا يدفع 15 ألف أو الأحرى 10 ألف ليرة وشوية طوابع وما شاء السجل العدلي نطلل 400 ألف ليرة بعدما كان بالأول مجانا ما يسمى استصدار براءات الزمي أو سنادات ملكية أو إفادات من نوع معين يدفع 100 ألف ليرة رسمها عليها رسوم السير مثلا تضاعفت عشر مرات فالسيارات من عمري 13 سنة ومفوق تتروح رسومها بين 200 ألف ليرة ومليونين وثمانمائة وثمانين ألف ليرة بحسب اختلاف قوتها وأحسنتها ومن عمر 5 إلى 12 سنة للسيارة تتروح رسوم السير بين 400 ألف ليرة و7 ملايين ومائة وخمسين ألف ليرة ومن عمر سنتين إلى أربع سنوات تتروح رسوم السير الخاصة بها بين مليون ليرة وخمسة عشر مليون ليرة أما إذا كان عمر السيارة سنتين ومدون فتتروح رسومها بين مليون وخمسمائة ألف ليرة وواحد وثناثين مليون ليرة كذلك ارتفعت كلفة تسجيل اللوحات ورخص الصوق لجميع المركبات والأليات على اختلاف أنواعها دفتر السواقة هو عليه رسوم مركبة يعني رسم الامتحان 300 ألف ليرة لحاله ثم إصدار دفتر السواقة مليونين ليرة صار وبالتالي صار بيدفع تراكم لرسوم توصل إلى مليونين ونص ليرة ليطلع دفتر السواقة بوقت اللي قبل كان أطخم رسم بيدفعه مع كل اللوازيم امتحانات وغيرها ما بتوصل إلى 500 ألف ليرة وإن كنتم من المبدعين الذين يريدون حماية ملكياتهم الفكرية أو تعتزمون إنشاء مؤسستكم التجارية الصغيرة أو الكبيرة فأنتم هدف الدولة أيضا اليوم اللي بيعمل اختراع وبيغلط يروح ليسجله بيدفع أول سنة 4 مليون و800 ألف رسم ثم تاني سنة ترفع إلى 6 مليون 8 مليون بعد عشر سنوات بيكون دافع 50 مليون ليرة فقط لحتى يسجل الاختراع ولا يحميه أما العلامة التجارية فنفس الشيء ولكن بيوصل الرسم لأقل من 50 مليون بيوصل لأربعين مليون ومن المعاملات التي تضاعفت رسومها أيضا المصادقات والإفادات التي تصدر عن وزارة الخارجية والمختربين حيث أصبحت 250 ألف ليرة بدلا من 50 ألفا وكذلك المعاملات القضائية التي زادت تكاليفها عشرة أضعاف على اختلافها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر